ورجعنا لك تاني مرة تانية انا ونيرا وفقرتنا بقى دلوقتي بنتكلم عن كل حد عاوز يدخن ومش عارف وحد شاف نفسه ان هو نحيف وبرده ومش عارف يدخن وبيحاول يدخن وبرده ومش عارف اهلا بيك يا دكتور احمد دكتور احمد بهشان اهلا بيك اخصائي التغذية والنحافة تمام 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 عايز اعرف بقى في الاول ايه هي النحافة اصلا لا ببساطة شديدة كده بس قبل ما نتكلم في اي حاجة يعني لو جينا نعرف ان نحافة نقول ان نحافة نزول في الوزن عن المعدل الطبيعي اكتر من 15% طب واحد سؤال بقى يقولك طب ايه هي يعني ايه هو المعدل الطبيعي او ايه الوزن الصحي او ايه الوزن المثالي زي نعرف ان بالفعل ان انا اكون اقول على الشخص ده نحيف من خلال حزبة بسيطة خالص اللي هي حاجة اسمها البضي مس اندكس او مؤشر كتلة الجسم البضي مس اندكس دي اللي هو معادلة كده بسيطا انا عايز كل الناس تكتب المعادلة دي عشان تعرف حتى ان انا ازاي بطريقة بسيطة اعرف ان ده الوزن المثالي والشكل الجزاب بتاعي بس فيه ناس بتوام تشكيك كتير بتسمع قناع معايا يعني اللي بسمعه دلوقتي حضرار قلم يستيكتبه وراء حضرته اه يا ريت اوكي يعني اي شخص ممكن يحسب الوزن المثالي لنفسه ولا ده محتاجة تخصص يعني انا اما بروح لدكتور فبتقول انتي بتحسب الوزن والكتل حاجات زي كده يعلم افاكن ايو 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 اي حد بيجي من الابليكيشن معينة الابليكيشن دي بتبقى السن والوزن والطول والجنس اه والحالة الصحية وهلها عنده مشاكل عضوية معينة دي من كل المعلومات دي نقدر نشخص الحالة لكن بشكل اساس انا دلوقتي عايز كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بشكل اساسي ايه هو انا اعرف ازاي ان انا هو الوزن بتاعي مثالي او الشكل بتاعي جذاب اعرف ازاي خلال المعادلة دي وفيه طبعا فيه طرق كتيرة جدا مشهورة ومعروفة لناس كتير جدا ان احنا مثلا فيه حاجة بسيطة كده ان انت بيقولك اطرح الطول بتاعك يعني مثلا لو انت الطول بتاعك 170 سنتي ان انت تطرح رقم 100 يبقى ده هو الوزن المثالي بتاعك بس طبعا دي مش حاجة مش دقيقة اوي يعني انت مثلا لو نزلت عن سبيل يبقى احنا كده منتكلم ان الشخص ده نحيف وان الوزن المثالي ده كده طريقة وطريقة بسيطة اوي وفيه بعض الناس بيقولك لا اطرح يعني 100 اطرح من الوزن بتاعك 105 من الرقم اللي يطلع هو هيبقى الوزن المثالي بتاعك الطريقة بقى اللي هي التعتبر دقيقة بشكل اساسي او نحنا نقول نقدر نقول عليها ان هيها دقيقة شوية العلمية يعني اه 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 الى حد المال اللي هو الباضي ماس انديكس طبعا في الاجزة دلوقتي اللي موجودة عندنا في الاعادات او كده بتسهل الحاجات دي ببطالة عشيط كده في كل المعلومات دي بس انا بتكلم دلوقتي بالنسبة للشخص او بالنسبة للشخص انا اعرف زي عشان ما تشككش في واحد يجيلي الايادة هو ما عندوش اي حاجة و جسمه كويس جدا الوزن بتاعه مثالي بس هو يعني معتقد داخليا جواه ان انا نحيف هو حاسس كده هو بحاسس من جواه ان هو نحيف بس لكن احنا نقيم الموضوع وندي الفايسر في الموضوع ازاي اللي هو من خلال حاسبا دي اظن اعتقد كده الناس بالوقتي جاوت ورأوا الان او اكيد طبعا اللي هو الوزن على مربع الطول ان احنا من خلال الوزن ده يبقى بالكيلو جرام والطول بالمتر المربع ريس بالسنتمتر اصبحت لك مئة وسببين لا يبقى مثلا لو انت ده طولك مئة وسببين يبقى واحد بوينت سبعة طميم من خلال نضرب واحد بوينت سبعة في واحد بوينت سبعة يبقى ده مربع الطول يبقى الوزن على مربع الطول الناتج اللي يطلق هو ده بقى نقدر نقول عليه بقى الناتج لو طلع اقل من 18 ونص نقدر نقول على الشخص ده انا حيف الناتج لو طلع اقل من 18 ونص وبقى رضيها بتتفاوت من يا الحزبة شكلها صعبة يعني انا دلوقتي مفكر اما روح هحسبها ازاي واتش هقولك او بساطة الوزن بتاعك شو فيه كان بالكيلو جرام بالكيلو جرام والطول بالمتر المربع متر المربع انا مثلا الطول بتاع 100 ال게요게요 يبقى هندرب لا يعني هندرب الطول في الطول يعني ببساطة او انا 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 ندرب طول في الطول بس بالمتر مربع بالمتر بالمتر transparent انا لو 170 يبقى 1 بوينت سبعة لو 180 يبقى 1 بوينت تمانية في 1 بوينت تمانية الناتج اللي يطلع ديبقى ده مربع طول نجيب الوزن بالكلو جرام فوق و تحت بالمتر مربع بالمتر مربع الناتج اللي هيطلع يعني بيقولك الوزن المثالي وشكل الجزالي اللي هو من 18 ل 25 ده الوزن الطبيعي لأنت لو الناتج بتاعك تريع من 18 ل 25 يبقى انت كده 100 يبقى انت كده ماشية في السليل زي يقول انا بقول لكل الناس اللي عارف في يحسب الحزبة دي وعملها تمام يعملها ويعرف وزنه اللي ما عارفش بيروح بقى لالدكتور المتابع معي وهو هيقوله الوزن بتاعي لا بس اهم حاجة لما عمل ضغزيني ننوه النقطة اهم حاجة بطور اللي هتروحوله اه اهم حاجة طبعا دي او دي النقطة الاولي طيب انا عايز اعرف انواع النحافة عندنا اكتر من نوع للنحافة كم نوع اه تمام بس انا كنت قبل بس ان نخش على انواع النحافة او كده بس انا عايز اتكلم بس في نقطة ان احنا دلوقتي لو الرقم اقالي من 18 ونص يبقى ده قولنا ان هو المعدل كويس اقالي من 18 ونص يبقى نحية بتتفاوت بس بقى فيه سفير ومودرت وميلد السفير اللي هو نحافة جديدة دي بتبقى بتساوي الرقم بتاع بيساوي 16 او اقل من 16 ده انا قدر نقول عليه نحافة جديدة ولازم يتوجه بشكل مباشر للدكتور اه من 16 ل17 دي نحافة متوسطة ان البودماز اندكس اللي طلعه اللي احنا قولنا الناتج بتاعنا ده لو من 17 من 16 ل17 دي متوسطة من 17 ل18 دي البسيطة اه حديك دلوقت بقى في النوطة الانواع النحافة اه انواع النحافة ان احنا بص هو في نوع نقدر نقول كده فيه نوع اولي او فيه فيها لها كلام كتير فيقولك نوع مقصود او اراضي او 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 غير اراضي فيه لها يعني مسامات كتير واحدة يقولك انا عايزة بص عارف ان فيه ناس ممكن واحدة تشوف نفسها ان هي نحيفة مع ان ده بيبقى الجسم الرشيق او الجسم المثالي فعايزين نعرف الفرق ما بين النحافة والرشاقة يعني اه ايه الفرق ما بينهم الواحدة تشوفنا فتاة تقولك انا كده جسمي مصبوط عفوا فاين الفرق ما بين النحافة والرشاقة ازاي انا اقولك انا كده 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 كيسمي راشيق مش محتاج ان انا املة شوية او ازاي اقولك انا محتاج ان انا املة شوية احنا اقول لنا برضو المكياس في البداية احنا اقول لنا المكياس في البداية اللي هو بباضي ماس اندكس ده لو قال عن 18 ونص يباحنا كده في نحافة ده لكن يعني بالنظر دكتور يعني انا ممكن بنظر عيني اعرف ان انا نحيفة او ان انا كده وزني مثالي او ان انا شوف لو شوفت شخص اقول عليه نحيف او وزنه مثالي ما بيكون في ناس فعلا نحيفة جدا بس هو شايف ناس انه هو كده جميل بس هو محتاج فعلا يأخذ ايوه بس الخبراء الانجليز قالوا يعني معلومة مفيدة اوي بتقول ايه المعلومة دي بيقولك لو الشخص النحيف ده بيمارس حياته بشكل طبيعي وفيه طاقة وفيه نشاط وفيه حماس وفيه حيوية ومفيش اي اعراض جانبية اللي هو الضعف العام او مشاكل في المناعة او جسمه بيقدرش يتقوم امراض يبقى ده ما تخافش عليه نحيف مفيش مشكلة مفيش اي اعراض للنحافة لكن لو فيه اعراض بقى اللي هو الضعف العام فيه مشاكل معينة صحية عنده امراض عضوية فيه ضوخة واصداع فيه شعر بيقع يعني فيه امراض فعلا بتسبب النحافة اه اه بالفعل طبعا احنا دلوقتي يعني النحافة احنا قلنا بقى هي دلوقتي تلميت في نقطة النوع اللي هو انواع النحافة هو النوع البسيط وده بيبقى يعني انا قدر نقول ان السبب الرئيس بتاعه قل التناول الاكل بصفة عامة قل التناول الاكل بصفة عامة قل التناول الاكل بصفة عامة تغذية يعني قلت تغذية في حد بيكل يعني عشان شغلوا كلام ذا فبن بيكلش غير مرة واحدة في اليوم او مرتين فما بيكلش تلت وجدات متكاملة فده بتسبب ما شاء الله الله اكبر يعني شو مكونش محمد بيكلوا اكبر جميل ما بيبانش عليهم خالص وشكلهم نحيف يعني ان شاء الله والله ما بحث دي جانب بيكلوا بيكلوا ما شاء الله 24 ساعة بيكلوا كتير وكمية كتيرة واوقات كتير ورفيعين يعني برضو مش رفيعين بشكل الجسم كويس محاوزين على جسمه بدي على نحافة برضو اه صح بالفعل بس انا عايز اتكلم في نقطة انا عايز اتكلم في نقطة دلوقتي الفايصل الفايصل في الموضوع نقدر نقول على الشخص نحيف ان هو بالطريقة البدائية او ومدام الشخص ما عندهش اي اعراض تأثر على النحافة بتاعته مفيش اي مشاكل سوي ممكن يبقى حد رفيع ومشاء الله فيه صحة اكتر من حد يعني بالفعل كده بس انا عايز برضو اوجه الناس لنقطة مهمة او اللي هي نقطة الحرمان ان انا دلوقتي فيه ناس مفكرة يعني الناس كتيرة سويا جاء في حالات السمنة او حالات ان حافة لكتجلة في العيادة ان انا دلوقتي اما اقل لو اعمل تقنين بشكل كامل للنشويات او اعمل تقنين للدهون او ان انا اخد نوعات معينة من الاكل ان انا كده زي الفل وهوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بالطريقة دي هو بالفعل بيوصل للوزن المثالي والشكل الجذاب بيحرم نفسه من كل الاخل بس فيه قاعدة بقى مهمة الناس دي لو فهمتها بشكل قوي جدا هتبقى دفعها قوية جدا يزيد او يقل على حسب ايه بقى يعني اللي هي القاعدة مات وقاومه سوف يستمر مات وقاومه سوف يزيد يعني ايه؟ يعني بزوط عامل بزوط لو فيه حباية مثلا موجودة في ايديك كده لو الحباية دي تاني هراشت فيها اللي يحصل هتكبر او تمام ايه شراشت جنبها يطلع وعدها جنبها وهكذا ده انك تقرش في اللي وتقاوم في الجسم الحد دات ما ينتشر الحباية دي تبقى مجموعة من الحبوب في الجسم كل فهي دي فنفس القصة بالظبط يعني اللي بيحارب الجسم الجسم بيحاربه عامل كده ضربات مرتدة بيبقى نفسه فيه يعني انت انا مش هاكل لا هو الحاجة قدامي وهاكل يعني هيكل هاكل يعني هيكل ومشكلتنا برضه اللي احنا زي ما انتو قلته تقريبا في الجزء الاولاني ان احنا ماشيين بجزء من الروتين او ماشيين بحياة روتينية مملة حياة روتينية مملة حياة روتينية مملة الى احنا ماشيين فقالكل يوم نحن اكل نفسا مSenucht مالتين يعني كده يعني أولاً إحنا مش بندي الجسم كل العناصر الرئيسية لازم برضو الناس تبع فهمها بشكل قوي جداً إن إيه إيه العناصر الرئيسية المفروض كل يوم يبقى الأكل بتاعنا موجود فيها إيه هي؟ إن إحنا مفروض يبقى الوجبة بتاعتنا فيها ونقول برضو نسبة بتاعتها هنقول بس الحاجات الأول إيه المفروض الكربوهيدريت اللي هو النشويات طبعاً الكربوهيدريت دي فها بسيط وفها مركبة عشان برضو ناس اللي مش عارفة عن الكربوهيدريت أو نشويات عشان حنعتدش عن ناس إنه شوية المكارونا والرز والكلام دي كل دي كده ده ده بيسموه المكارونا والرز والكلام ده النوع الكمبلكس أو المعقد فيه بقى النوع البسيط اللي هو زي الحلاوة والمربة والعسل بأنواعه ايه الحاجات بقى السكريات بقى والمشروبات الغازية والحاجات دي كلها دي كده بالنسبة للنشويات إحنا محتاجين في الوجبة بتاعتنا يعني فيه ناس بيقولك إحنا محتاجين من النشويات بس من 50 إلى 60% من الوجبة بس أنا بقول يعني بشكل يعني لو عملناها دايرة كده نقول إحنا فيه تلات حاجات رأسائلة اللي هو النشويات والدهون والبروتيت تلات حاجات او النشويات محتاجينها في الوجبة نسبة 50% ما لا أقل عن 50% أقل من كده لكن إحنا دلوقت لو بصينا على معظم الأنظمة الجزائية اللي موجودة ومنتشرة في مجلات وحاجات مشهورة يعني أنت بالفعل تبص عليها كده تشتغل بيتحارب الجسم يا جماعة عايزين نفهم إن الجسم دا عمل زي الطفل الصغير بالضبط لو يدينا لكل احتياجاته هيبقى زي الفل كده معانا وهيخلينا نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي هيبقى فيه طاق هيبقى فيه باور هيبقى فيه باشواط الناس عتان بقى فيه استمتاع بالحياة لو إحنا ادينا له اللي هو عايزه لكن الطفل لو مش ادينا له احتياجاته إيه اللي هيحصلة؟ هيبطل يزن مش هيزن بس؟ يا ريكي يزن انا تمنى ان هو يزن لكن انت هيمسك في الظلمالك رأبتك يعني انا امتش هيسيرك يعني زي بصعب هي فهي الفكرة كده بالضبط يعني هو الجسم دا عمل زي الطفل الصغير دي تيله كل الاحتياجات بتاعته هيبقى مبسوط منك وهيسمع كلامك وتقوله روح روح تعالى تعالى وكذا ما اديتلوش احتياجات وإلا هيحصل هيحربك زي ما انت بتحربي بالضبط وكل شوية ينكد عليك وكل شوية يزن عليك وكل وهكذا نفس الجسم الجسم هيحربك بالضبط يعني فا احنا كده محتاجين بشكل رئيسي ان احنا نفهم المعلومة دي ان احنا نعمل جسم دا ضربنا خلق يعني عايزين نفهم فيه شوية الناس يعني الناس عادت يعني الناس تيجي والناس تيجي لي عادت تقولك يا دكتور انا مش عنت طيق نفسي سيب اشتاق نفسك يعني يعني مهما حصل انا مش عنت طيق نفسي اه فضلا فيه مشكلة بس بتواجهنا اللي هو بسبب النحافة احنا اصلا في الناس اللي هم ورفيعين بيبقى عندهم مش قل التغذية هم مالهمش نفسي للأكل فيه فقدان شهية فا احنا ازاي نعالك حاجة زي كده عن طريق مثلا بنتجه للأدوية ولا بنتجه لمثلا معظم فيه أكلات بتفتح النفس زي ما بيقولوا فاي حل احنا حضرتك بتفضله والله احنا 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 اقول باقوله باستمرار وباكرر فيه في كل الاماكن في كل محاضرات وهاكذا باقول ان احنا محتاجين اللي احنا ناخد كل العناصر الغذية اللي احنا عايزينا الدهون والنشويات والبروتينات ولازم برضه نعرف النسر بتاعتهم من النشويات محتاجين 50% من الوجبة محتاجين 30% من الدهون اللي الناس اصلا بتمنح هتقولك لا ده الدهون ده هتسببلي ضرر كبير جدا هتسببلي تتعب المعدة وكلام ده هتسببلي تتعب المعدة لكن الجسم اللي الدهون دهت حاجة رأسية فيه يعني الجسم محتاج 30% ما انفعش ان احنا نقلل عن كده ايه هنقلل عن كده اللي هيحصل النشويات هتخش في الجسم هو تتحول وياخد احتياجه ويخزنها برضه يعني النشويات بتتحول في نهاية المطار لدهون لو مش موجود الدهون اللي احنا عايزينا فعشان كده تلاقي الشخص برضه بيدخل او الشخص ايه ان كان بقى فاحنا ده احتياجه جماعة الطفل محتاج ده احتياجات لو ادرنا ان احنا اللبهاله تبقى دافع قريب جدا الجسم يستجيب ويحصل زيادة في الواسطة اه بالنسب ودي بتتحدد بالزبط من قبل بقى استشارة التجزية اللي هو بقى النسب دي بيوزحها اللي هو 50% نشويات 30% دهون 20% بولوتين يعني بالنسبة لفتح الشهية احنا حضرتك ما بتنصحش ان احنا مثلا نتجي الادوية او الكلام ده ممكن نستخدم حاجات طبيعية او اكل طبيعي بيفتح الناس اه في حاجات بقى هقولك اشوائة حاجات كده بسيطة ممكن تبقى دافع قوية جدا ان احنا يعني في فتحش في مشروبات يعني مثلا لو اتكلمنا في المشروبات هنلاقي مثلا مشروب الحلبة بس الحلبة ده صعب قوي يعني صعب فعلا يعني بالنسبة للحلبة او ما بتحب في الحلبة ايه طبعا في حاجات في طبعا اليمسور تتشرب يوميا قبل الاكل انا بنصح يعني ان الناس تاخدها قبل الوجبات يعني اصلا انفطار غدا عشاي قبل كل وجبة ياخدها تبقى دافع قوي جدا انها تفتح الشاي برضو محتاجين ان الوجبة يبقى صلطة شكرا دلوقتي احنا الصلطة دلوقتي مهملينها النكهة الطبيعية الموجودة فيها بتزود من افرازات يعني اللعاب اللي تأهلك انك تبقى يعني يبقى فيه شهية مفتوحة طب يا دكتور طب ما برضو بينساهوا الناس اللي بتخس اللي بتخس يكتوا صاغا لا 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 ما هي بالفعل فيه فرق بقى يعني احنا دلوقتي أسلا لو تمكت كلمنا في موضوع المية و تمكت كلمنا في موضوع السلطة بالفعل كل الناس محتاجة الميا hacemos احنا اقول attack 3Debi محتاجين برضو فتامينات 哦 MICHAELLLTY FIGHTAMIN موجودة في الفكهة والخضار الجمعة نوعها الفكهة ام محتاجين يعني محتاجين معادن احنا الجسم احنا محتاج فيتامينات ومعادن ومحتاج الكوجن والنشويات والبروتينات والماية لو ادرنا ان احنا نحط ست حاجات دولي في الوجبة الرئيسية في الوجبة بتاعتنا ده احتياجة بس بقى بتختلف بقى من شخص التخين والشخص الرفيه على الشخص التخين لا ننصح انا وايشرب الماية قبل الوجبة طب اوه في حاجة مهمة جدا بالنسبة للميا لان انا على طول طول منا باكل الميا جنبي فبيقولوا ده غلط ده فعلا غلط ان مثلا اكل معلقة وميا بيقولوا انها بنملى البطن اوه كده فعلا وبيقولوا انها بتضخن وحاجات من ده بس وفي ناس بتقول انها احسن انا اقول لكم فايصل في الموضوع ده اوه هو الفايصل اللي عاديين وما يبقى الفايصل في الموضوع ده ان احنا الشخص التخين محتاجين ان احنا نشرب الميا قبل الوجبة مثلا ضروبية ساعة دي هتوبى دافعة كويه جدا ان اولا حتى الهضم بتاعنا هيبقى كويس الاكل بتاعنا هيبقى صحيح الاكل اللي احنا ناكله هيبقى هنستفيد منه هيتوزح في الجسم فا احنا دي بالنسبة للشخص الرفيع او اللي هو عاوز يدخل ما نفعش ان هو يشرب الميا قبل او اسناء لان دي يعني بتخفف الوصارة الهضمة او بتبقى دافعة انها تملى بتحسسك بالشرع السريع عشان كده ننصح قبل الناس التخيئة تبقى قبل الابتاع تبقى قبل الابتاع بالنسبة للناس الرفيع يبقى بعد عشان كده ضعلي يعني ما ينفعش خالص في الاخل لا ما ينفعش قبل ولا في النص ولا قبل ولا اثناء احنا عايزين نشرب بعض بعد ليه؟ علشان بنا عاوزين نوسع الاوهية الدموية بتاعتنا علشان تقدر اللي هي تاخد كميات اكل اكتر الاكل يتوزح بشكل كبير والمية دي هي اللي بتوزح علينا العناصر الغذائية كل خلية من خلية الجسم فا احنا محتاجين المية دي احتياج بس نسبة للشخص نعرف تبا انا اتكلم بقى في النقطة وردو مهم انت اطراحتي نقطة مهمة جدا اللي هي شرب المية شرب المية ده نعرف انا اعرف احتياجي من شرب المية ازاي انا دلوقتي اقدر اقول انا احتياجي من شرب المية با احنا كده عارفنا احتياجاتنا الاولينية اللي هي الكربوهيدريت والنشوريات نقدر نحن نعرف بقى اتياجنا من المياه ازاي ان انا بوزني عن طريق الوزن اسمه على رقم تماني ده معادل يا جماعة الوزن الكلي بالكيلو جرام على تماني اللي بيطلع بقى النتج اللي بيطلع بقى اللي بيطلع ده عدد كوبات المياه المفروض تشربها يوميا ما ننفعش تكل عن كده ما ننفعش تقلع عن كده لو قلت عن كده بب انت كده ما خدتش اتياجاتك من المياه بحيات كويه سيدا يعني اه بس بقى زي ما قلنا اللي هنشربهم بالطريقة هل انت شخصي تخير او شخصي رفع شخصي تخير بقى انت خلاص عيفت انت هتشرب ازاي هتشرب قبل الوجبة هتشرب بعد الوجبة بالنسبة للشخص اللي عايز يزود وزن للأسف فقرة حلقتنا خلصت يا دكتور احنا استفدنا كتير من حضرتك واتمنى ان يكون معانا ان شاء الله في حلقة تانية عشان نستفيد اكتر وكل الناس اللي بتشوفنا تستفيد كده خلصت فقرتنا استنونا في حلقة جديدة من برنامج امر 14 اشتركوا في القناة